فشلت الميليشيات الانقلابية في قطع هذا الخط الذي يربط بين محافظة تعيز والعاصمة المؤقت عدن هنا في منطقة هيقة العبد خلال الساعات الماضية حاولت الميليشيات الانقلابية قطع هذا الخط عبر تسلل عدد من عناصرها إلى أسفل وادي المقاطرة والقيام بزرع عبوات ناسفة في هذا الخط العبوات كما قال الجيش الوطني تفكر عن بعد الجيش الوطني تمكن من اكتشاف هذه العبوات واستدعى الفريق الهندسي لمنطقة لنزعها وتفكيكها تم إيقاف الحركة في هذا الخط لعدة ساعات ريثما يقوم الفريق الهندسي بنزع وتفكيك العبوات الناسفة الميليشيات الانقلابية حاولت منع الفريق الهندسي من نزع وتفكيك العبوات عبر استهداف هذا الفريق من مواقعها في قبال الأحكوم تحديدا في تبة الدبعي نصبت الميليشيات الانقلابية رشاش ثقيل فيها وقامت باستهداف الفريق الهندسي لكن مدفعية الجيش الوطني بحسب العقيد عبد الحكيم الدربعي قائد جبهة الحكومة التابعة اللواء 35 مدرع تمكنت من استهداف هذا الطقم وتدميره ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات الانقلابية ليتمكن الفريق الهندسي من تفكيك العبوات التي زرعتها الميليشيات الانقلابية في المنطقة وبهذا أكون الجيش الوطني قد أفشل محاولة الميليشيات الانقلابية قطع خط هيقة العبد الخط كما تشاهدون معي الآن عادت الحركة طبيعية فيه بعد توقفها لعدة ساعات بسبب محاولة الميليشيات الانقلابية زراعة العبوات الناسفة وبهذا يكون الجيش الوطني قد أمن هذا الطريق وعادت الحركة طبيعية كما كانت فوازي الحمادي قناة بلقيس من منطقة هيقة العبد تعز ترجمة نانسي قنقر